صلوا على النبي. علي افضل الصلاة والسلام. مش وانتوا كده ماشيين في الشارع بتشموا العربيات بتاعت الكبدة. رحيتها كده بتاخد قلبكم وتبقوا عايزين تاكلوا منها بس مش قادرين. هقول لكم النهاردة على سر بتاع الكبدة الاسكندراني بتاع العربيات. يلا نشوف. صلوا على الرسول ونسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا كبدة مقطعينها اسكندراني. اهي شريح صغير. خلاص. طيب. نجيب بس معلقة نضيفة. اول مرحلة بنعمل فيها ايه? بنحط شوية توم. اها. تمام? وبنحط شوية كمون. اها. هقول لكم التركات اللي عمركم هتعرفوها بتاعت العربيات اللي في اللي اللي بتبيع الكبدة. شوية فلفل أسمر. شوية كزبرة. وده مهم جدا. خلاص. ونحطش ولا لمون ولا خل في المرحلة دي. بس بنقلب كده كويس قوي. يبقى حطينا ايه توم. وكزبرة نعمة. وفلفل أسمر وكمون. بس بنقلب كده. اهي بنقلبها كويس. ولا ملح ولا خل ولا لمون في المرحلة دي. ماشي. وبنسيبها. اقول لكم على حاجة. فيه ناس اختلفت في موضوع نخسل الكبدة ما نخسلش الكبدة كل واحد حر. اللي عايز يخسلها يخسلها. بس اهم حاجة اللي يخسلها ما يحطش عليها خل. لان الخل بيزفر الكبدة. ماشي بيزفر اي حاجة. فانا عن نفسي بشطفها. بشطف الكبدة لازم اشطفها. انا كده. لازم اشطفها. وحط عليها سن الفلفل أسمر. واسيبها شوي. وبعدين اشطفها تاني. بس متلاقيش فيها اي رحة زفار. ماشي. نقول لكم بقى على ايه. شوية كده. التركات اللي بتخلي رحة الكبدة. الجيران يخبطوا عليك ويقولك انت عاملة ايه. ادينا سندويتش. منجيب فلفل حامي. احمر واخضر. ممكن لو انت ما بتحبش الحامي. تستبدليه بفلفل رومي. وفلفل الوان. ماشي. عملنا كده. بس معلقة. ايه. معلقة التوم كده. حلوة. معلقة محترمة. السر يا جماعة. كسبرة النشف. اهو. احطي كده ايه. يجي معلقة. هنحط نفس التوابل اللي حطيناها بيها. طبعا كامون. لازم. فلفل اصمر لازم. خل. اكيد. حط كده. يعني ربع فنجان او نص فنجان. فنجان القهوة. لامون. احنا محطناش ايه. محطناش ولا خل ولا لامون. في الكبدة واحنا بنتابل. ولازم نتابل الكبدة شوية. يعني لازم نسيبها في التدبيلة دي شوية. كده عصرنا لامونتين. محطن خل. تمام? ا DMT. تمام? احطنا توم. احطنا خل. احطنا توم. احطنا خلي. احطنا احطنا كوزبرة. احطنا ك précبرة. احطنا فلفل 내. وحطنا terms. احطنا لامونتين وملح. ك sta不同. كدي جال، ودربنا لهم كده كلهم مع بعض. Denmark. يعني تصاصر عن كده. كنا بك%. نحط شوية زيت بس ايه بقى؟ بتحتاج شوية زيت محترمين بعد كده ممكن تصفي الزيت قديني بقول اهو بعد كده ممكن تصفي الزيت لكن لازم شوية زيت حلوين دي تركاية من ضمن التركات اللي بتخلي ريحة الخلطة دي نزود الزيت شوية ممكن بعد كده تصفي الزيت لان الزيت ده هو اللي بيدي سر الريحة يعني سر من اسرار الريحة اللي بتشميع كده وانتي ماشي ماشي الزيت يسخن قوي لازم يسخن جامد الزيت عندنا سخن بنزل بنص الكمية تمام؟ هايجة اقول لكم على الريحة يا جماعة يا جمالو يا جمالو تغلي كلها الخلطة بتاعتنا كده تغلي احنا حطناها على زيت سخن قوي ننزل بقى ايه بالكبدة بتاعتنا الريحة مش عايزة اقول لكم والله العظيم ريحة فعلا اللي بتتمشوا كده تشموها وتبقوا نفسيكوا تقفوا على العربية الكبدة تاكلوها وما انتوش قادرين يبقى احنا حطنا ايه حطنا زيت سخن قوي ونزلنا بنص الخلطة اللي احنا عملناها اللي هي ايه اللي هي توم وفلفل وكسبرة وفلفل اصمر وكمون وتوم وخل وملح حنسيبها تاخد وتدي مع بعضيها ونشوف بقيت التركات بتاعتنا بص وصلت للمرحلة دي نسيبها ونوطي عليها ما نزوتهاش اي مية احنا بمنضيفش اي مية عليها الكبدة من الحاجات اللي بتستوي بسرعة وهتستوي في الخلطة بتاعتنا نسيبها كده على هداوة تستوي ما بتاخدش سيوى عشر دقايق متاخدش سيوى ونرجع لها احنا الكبدة بتاعتنا على النار طبعا احنا بنحبها ايه او هي الكبدة بصراحة فلفل احنا نعمل ايه نقطع كده سوية فلفل حلوين اللي بيحب برضو الفلفل الحامي زي انا اللي ما بيحبش الفلفل الحامي زي ما قلتلكم ممكن الفلفل رومي بس الفلفل الحامي طبعا هو اللي بيديها ناكهة كده فضيعة واحنا بنحب الكبدة تبقى حرقة التركاة دي يا جماعة نعملوها زي ما انا بقول لكم كده وتشوفوا النتيجة ادي الكبدة بتاعتنا حطي نرهاش ميا خالص لازم ما تحطوش للكبدة ميا خالص اهو هي بتستوي اللي هي فيه بنعمل ايه التركاية التانية عندنا نص الخليط اللي احنا شناها ننزل كده عليه ماشي حطينا ايه نص الخليط الخلطة الحلوة دي اللي احنا عملناها مفيش ثواني خطيناها كده طبعا انتي عايزي تزبط الملح ازبطيه ماشي هنزل بشوات الفلفل الحامي كلام ده قبل ما خلاص هقفل وهحط حاجة واحدة تانية الكزبرة الحاجة الوحيدة اللي هضيفها تاني انا حطيت كل حاجة بس لان هو سرها بالكزبرة بقادي حطيه شوية الكزبرة تاني بس كده وقلوا احلى كبدة يا جماعة احلى كبدة ادي الكبدة بصوا بقا الكبدة يا جمال يا جمالها يا جمالها ها نعمل كده سنده وتشات حاجة كده يا جماعة والله العظيم مش عايزة اقول لكم ريحتها عاملة ازاي حاجة فخر من الاخر بصوا نحط بقا الطحينة الشغل العالي بصوا بقا الطحينة الطحينة دي طبعا انا اللي عامله بصوا 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 براقي أنا عاملة طبقين كبار من الطحينة دي بمعلى الطحينة واحدة هبقى نزل لكم فيديو اوريكم ازاي بنعمل الطحينة برضو بتاعت المحلات ماشي دي كانت طريقتي في الكبدة الاسكندراني بتركات العربيات بتاعت الكبدة بريحة فضيع او طعم فضيع جربوه قولولي رأيكم في الكومنتات سبتكم في امان الله سلام عليكم